على الرغم من جميع المبادرات التي أطلقتها القوى السياسية العراقية في محاولة لإحداث اختراق بالأزمة السياسية والتوصل إلى تشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات لا تبدو هناك أي ملامح لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية حركة امتداد العراقية أعلنت رفضها حضور نوابها جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء مشيرة إلى أنه لا تبدو هناك أي مؤشرات على كسر الأعراف السياسية التي جرى التعامل بها على مدى العقدين الأخيرين والقائمة على المحاصصة وتكرار الأسماء نفسها لشغل المناصب السيادية في الدولة الحركة قالت في بيان إنها لا تزال متمسكة بمبادرتها التي تعتبرها الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية والقائمة على تشكيل حكومة مؤقتة يكون من صلاحياتها الإعداد للانتخابات القادمة وطرح مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2023 واستمرار عمل البرلمان لمدة عام بصلاحيات تشريعية لإجراء التعديلات الدستورية وأشار البيان إلى أنه لا توجد أي جدية لدى القوى والشخصيات السياسية المتنفذة في تمكين نواب المعارضين لتسلم المناصب الرئاسية في مجلس النواب كما أعلنت الحركة عن دعمها الكامل لكل الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والعدالة واحترام القانون مطالبة جميع الكتل السياسية بالاستجابة لصوت الشعب واحترام إرادته في إجراء تعديلات دستورية وانتخابات مبكرة وغيرها من المطالب المحقة يذكر أن الدعوات تصاعدت من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة بعد أكثر من عشرة أشهر على الانتخابات الأخيرة والتي لم تفضي حتى الآن إلى تشكيل حكومة أو اختيار رئيس جديد للبلاد